السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم اليوم إن شاء الله سنقدم لكم وصفة رائعة مسك أو قناع البطاطس لتبيض الوجه والرفقبة ولإعطاء النظارة للبشرة وتفتيح البشرة قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا بالضغط على زر أبني أيضا تفعيل الجرس لتوصل دائما بجديد القناة ولا تنسوا دعم قناتنا ودعم هذا الفيديو بلايك تتعرض بشرة الوجه والرقبة للعديد من المؤثرات الخارجية المسببة لإسميرارها كالأتربة وأشعة الشمس ما فوق البنفسجية كريمات التبييد كثيرة لتوحيد وتبييد لون البشرة ولكن ما رأيك باللجوء إلى الطبيعة وتجربة هذه الوصفة الغير المكلفة ودات فوائد مجدية ونتائج فورية على لون بشرة الوجه والرقبة سنستعمل في هذه الوصفة حبة بطاطس نقوم بسلقها في الماء إلى غاية أن تطهى جيدا بعد ذلك سنقوم بتقطيعها ونقوم بإزالة قشر البطاطس بهذا الشكل البطاطس هي إحدى العناصر الطبيعية التي تساعد على تجديد خلايا البشرة حيث أنها تحتوي على تركيبات كيميائية حمدية تعمل على علاج طبيعي للبشرة والتخلص من حب الشباب البطاطس غنية بالعديد من العناصر الغدائية والتي من أهمها الفيتامين A الفيتامين B1 الفيتامين B2 والفيتامين B6 والفيتامين C والبيتا كاروتين والنحاس والماغنيزيوم والبوتاسيوم والفوسفور كل هذه العناصر الغدائية المختلفة تساعد على تغذية البشرة أيضا تخليص البشرة من عديد من المشاكل نقوم بهرس البطاطس كما تلاحظون معي إلى غاية الحصول على عجينة البطاطس بهذا الشكل المكون الثاني الذي سنحتاج في هذه الوصفة وهو العسل ضروري استخدام عسل نحل طبيعي للعسل العديد من الفوائد على الوجه أو على بشرة الوجه فهو يعمل على منح البشرة النعومة والنظارة أيضا يعمل العسل على علاج البثور والشوائب الوجه يقوم العسل بمنح البشرة الإشراقة والجمال يساعد في وقاية البشرة من حب الشباب يساعد العسل البشرة على التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة على البشرة أيضا يعمل العسل على تبييد البشرة يحتوي العسل على الفيتامينات والمعادن المهمة في تغذية البشرة أيضا يعمل العسل على علاج البشرة الدهنية لخصائصه المغدية للبشرة نحتاج أيضا كمكون تعلد في هذه الوصفة إلى الياغورت الطبيعي أو الزبادي يستخدم الياغورت الطبيعي في العديد من الوصفات للعناية بالبشرة أو الشعر نظرا لاحتوائه على عناصر مغدية عديدة حيث يعتبر الياغورت مرتب ومفتح للبشرة أيضا يساعد على تنظيف البشرة محاربة البثور وحب الشباب أيضا يساعد على علاج تصبغات والهالات السوداء حول العين مضاد للشيخوخة علاج الالتهابات الجلدية علاج حروق الشمس وبلسم طبيعي للشعر للياغورت الطبيعي العديد من الفوائد لبشرة الوجه وهو لا يسبب أي أضرار لبشرة الوجه يمكن استخدامه بشكل آمن الآن سنبدأ بتحضير هذه الوصفة سنقوم بمزج الياغورت الطبيعي ملعقة كبيرة من الياغورت الطبيعي مع هريسة البطاطس وملعقة صغيرة من عسل نحل طبيعي نمزج هذه المكونات جيدا إلى غاية الحصول على خليط متجانس بالنسبة للناس الذين لا يعانون من أي حساسية في بشرة الوجه يمكنهم إضافة قطرات من عاصر الليمون إلى هذه الوصفة يجب تنظيف البشرة أولا قبل تطبيق هذا الماسك نقوم بتطبيق الماسك على بشرة الوجه والرقبة ونتركه على البشرة لمدة 20 دقيقة أو إلى غاية أن يجف هذا الماسك على البشرة بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ وبعدها بالماء البارد جيدا إلى غاية تنظيف البشرة جيدا من هذا الماسك يمكنكم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج رائعة جدا هذه الوصفة ستعطيك النظارة للبشرة أيضا لمعا للبشرة وتنقية البشرة من جميع الشوائم والبقاء الذاكنة الموجودة بها فعلا ماسك البطاطس ماسك رائع جدا للبشرة فقط استعملوا هذا الماسك وسلاحظون النتيجة يمكنكم استعمال البطاطس بهذا الشكل في هذا الماسك كما يمكنكم استعمالها نيئة لوحدها للحصول أيضا على بشرة ناعمة من نسبة لطريقة الوصفة امسك شريحة من البطاطس وفرك بها وجهك وتحت عينك تساعد هذه الوصفة في تفتيح واختفاء الهالات حول العين كما يمكن استخلاص العصير من البطاطس ودهن الوجه به ومنطقة تحت العين فعصير البطاطس يمتلك خواصة مفتحة ويمنح الجلد البيض والنعمة عند الاستخدام المنتظم أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو شكرا على تتبعكم لهذا الفيديو لا تنسوا بدعمنا بلايك للفيديو الناس الذين يشاهدون قناتي لأول مرة لا تنسوا الضغط على زر أبني أيضا تفعيل الجرس لتوصل بجديد القناة انتظروني فيديو قادم إن شاء الله لا تنسوا أنني أضع فيديوهات بشكل مستمر على القناة وبشكل يومي على القناة لأي استفسار أو سؤال يمكنكم ترك لي في تعليق وسأجيب إليه إن شاء الله مباشرة بعد وضع هذا الفيديو على القناة إلى اللقاء أنتظركم في فيديو قادم بإذن الله اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدين أشتركوا في القناة وكما أننا أشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة